تفضل مولانا حضرتك بالنسبة للسوشيال ميديا ويجب على المسلم أن يكون متعايش مع الواقع المحيط حضرتك نحن نرى حاجات على السوشيال ميديا أولا مثلا اللايفات التي تبقى موجودة على الإنترنت واحد وواحدة والاثنين موجودين وفي متابعين لهم بكم كبير مثلا بحدود خمس تلاف عشر تلاف متابع فمن أثناء الكلام قل لها زوجيني نفسك أو هي كذلك الأمر تقول له زوجتك نفسي ويقولها قبلت فده حكم شرعا إيه سيدي وإن كانت خالية من الموانع الشرعية وفي نقطة تانية كمان حضرتك بنشوفها في التلفزيون الاثنين بيكونوا مثلا في مسلسل أو فيلم ويتكلموا برضو في موضوع الزواج أو بيتم مثلا زواج موجود وبيبقى المشهد بيتمثل أنه ده زواج القضية الأولى هي قضية العبث والهزار إذا كانوا الاثنين خليين من الموانع الشرعية واستوفوا الشروط الشرعية بأنهما يجوز لهم الزواج هما الاثنين فهذا عبث بالمقدسات تملي الزواج يقولون عنه أنه من الأسرار الإلهية يعني مسألة لا يقال فيها لما يعني لما تجوزت عمتي لما تجوزت خلتي لما تجوزت أمي لما تجوزت بنتي لأن الله أراد هذا لأن الله أمر بهذا فهو مسألة إلهية هذه المسألة الإلهية يعبث بها العبثون بهذه الصورة الفكاهية أو المزاحية فهذا حرام ولا يجوز القضية الثانية هل ينعقد هذا؟ بالنسبة للسوشيال ميديا ليس هناك يعني مبررات لهذا الفعل ولذلك فسوف يدخلون أنفسهم في ورطة قانونية وشرعية تستلزم الذهاب إلى القاضي اللي بيحصل هذا وبنحذر أن لا يفعل الناس هذا ويجب عليهم أن يتعاملوا مع خضية الزواج معاملة مقدسة محترمة وأن لا يعني يتمادوا في فهذا العبث المخل بالمروءة والمخل بالديانة أما القضية الثانية فهي قضية النص الدرامي أو المصرحي وهذا أفتى عندنا فيها الشيخ علي حصب الله وكان أستاذا للشريعة في كليات الحقوق رحمه الله وقال نفرض أن اتنين من الممثلين متجاوزين بعض وبعدين جيه في النص المصرحي وقال لها انت طالب هل يقع الطلاق ولا لا يقع وده تمثيل كل الجمهور الحاضر عارف أنه ده تمثيل وأنه هو امطلعه جوه الرواية لكن بره الرواية هي مراته كان محمود المليجة الله يرحمه متجاوز أقوله يا جميل كان نور الدين نور الشريف الله يرحمه متجاوز زوجته نعم بوس وهكذا اتنين متجاوزين بعض فعلا فجيه في النص المصرحي وقال أحدهم لزوجته انت طالب فماذا نفعل فقال هذا حكاية للطلاق وليس طلاق عمل زي ايه لما واحد يجي يقول لزوجته الراجل اللي جنبينا اجارنا والعاسب اللي يطلق مراته وقال لها انت طالق ها هم وقفين اللي اتنين في المطبخ فراح صاحبنا قال للست بتاعته انت طالق اهو بس قبلها قال ايه الراجل جرنى والعياذ بالله بعيز يديها خبر بحدوث هذه الحادثة قالوا لا يقع لماذا لانه يحكي الطلاق ولا يقصد الطلاق فدي مستقرة على هذا الشأن لكن دي مختلفة عن بتاعة السوشيال ميديا بتاعة السوشيال ميديا بيهزاروا بيمزاحوا بتاعة السوشيال ميديا حتى ما عندهمش الحكاية دي قاعد بيمزح ويستهين بما هو مقدس وما هو محترم وهو العلاقة الزوجية فادي غردي ترجمة نانسي قنقر